اشتركوا في القناة بلدان المغرب العربية وخاصة المغرب وقالت وسيل اعلام تونسية الى ان السبب الرئيسي الى عدم احياء الاتحاد العربي لحد الان سببه الاول رجع الى النظام العسكري الجزائري الذي يقف عثرة في وجه الاندماج بالمنطقة مذكرين بان المغرب على خلاف الجزائر كان دائما مستعد لاحياء الاتحاد العربية واكد الاعلام التونسية ايضا انه على عكس ما يروج له الاعلام الجزائرية العلاقات بين تونس والمغرب تتسم بالمثانة والاستقرار هذا وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اكد قبل ايام انه سيعمل على احياء اتحاد المغرب العربية الى سابق عهدها واضف الرئيس التونسي خلال مؤتمر صحفية مشترك مع الرئيس المجلس الرئاسي الليبي ان شعبنا واحد وحدنا التاريخ والحاضر وسيوحدنا المستقبل كذلك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة